تقول هل ممكن أذبح لوالدتي عقيقة و لنفسي أيضا عقيقة نعم يجوز يا أختي الفاضلة لكن ليس على سبيل الوجوب على سبيل الاستحباب أنت تقولين والدتك الله يحفظها لك ما عقوا أهل عنها عقّي عنها ما فيه شيء مدام حصل في نفسك أنك الآن بديت تشغل من بالك في العقيقة عقّي عنها تقولين أنت نفس الشيء ما عقّي عنها عقّي عن نفسك الحمد لله مدام عندك القدرة كل خير وأجر و ثواب لكن أنا اللي أفتي به في هذا البرنامج أن العقيقة لها حد وهي البلوغ انتهى وقته لكن بعض الفقهاء موجود و بعض مشايخنا المعاصرين أيضا يقولون بأنه ما فيه بأس حتى لو كان يعني الإنسان بلغ من العمر عتية و ما عقّ عنه يعقّ عن نفسه والحمد لله